مارسي كولب بعد المباراة النهاردة كان له تصريحات مهمة جدا زي ما قلت لك هو قال ان نسبة فوز الاهلي بالدوري لسه صفر في المية وقال ان المباراة النهاردة كانت صعبة جدا وقال ان الاهلي حافوز كان مستحق وقال ان الفريق عنده تمام المباريات وما فيش مواجهة سهلة في الدوري والدوري لسه ما خلصها يخلص بس لو الاهلي مسك درع الدوري في ايديه قال كمان انه ضغط المباريات مرعب ومختلف عن المنافس المباشر بيراميدز والضغط ده اثر بدنيا على الاداء بشكل كبير في مباراة اليوم وقال انه بدأت تظهر عدد من الاسابات في كل مباراة النهاردة طهر محمد طهر كان في التشكية الاسية واصيب في الاحماء قال المنافس قوي جدا بيتكلم على بيراميدز وهو المتصدر حتى الان وفرقة قوي جدا لكن اللاعبين قدوا مباراة كبيرة واشكرهم على هذا الاداء وقال انه هو سعيد جدا انه هو مدرب للنادي الاهلي منظومة نجحة وكبيرة والجماهير دايما هي الداعم الاول وقال ان روح الاهلي كلها والمنظومة كلها ظهرت روحها اليوم وده الامر اللي اساعده كثيرا دي تصرحات مارسل كولر بعد المباراة السيست حلوة امني ما معشول السيست دا اوي موسيقى